والأغلب الأعام إنه ستة هي اللي بتستحمل الراجل لو مراته عيت أكتر من أسبوعين ثلاثة وديها نضمها بيها 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 وديها نضمها مش كل رجال لا وأنا عايز أقولك حاجة وأكبر إثبات على كده إنه لما الراجل بيوقف جنب مراته المريضة اللي عندها مثلا مرض أخد فترة طويلة في العلاج احنا بس عايزين نحصر الموضوع في الأزمة المرضية لا خالص أنا بحاجة بس إجزامبل وأقولك إنه لو الراجل حصل واستحملها بيتعمله تمثال راجل تعظيم شال مراته هي على خالي استحملها ما سبهاش ما طلقهاش ما رحش تجوز عليها في حين إن الست لازم تعمل كده وده الطبيعي لما بتعمل كده محدش بيسقف لها زي ما الراجل الناس بتسقف له فبالتالي عشان نشوف بقى الموضوع بشكل أكبر إنه في العموم الست هي اللي بتشيل الراجل وعندها طولة بال في الأزمات الصحية والمادية والعائلية وكل أنواع وأشكال أزمات فخلينا نتكلم عن ده ما نتكلمش والراجل لما لأن الراجل ما فيش لما أنا عندي خلاني التلاتة ربنا دي الصحة اللي عايش والتوفى لأ ده السنين شايلين زوجاتهم عيو مرضو شايلين زوجاتهم ده لتنن بيحموا ويحماموا طيب قدير رجالة يعني فيه رجالة موجودة كده طيب ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر